السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية البئر في المنام رؤية البئر ممتلئ بالماء دليل على قسرة الخيرات التي سيحصل عليها الرأي وإن رأى نفسه يشرب من ماء البئر فيرمز ذلك إلى أن المال الذي سيحصل عليه من مصدر حلال في حالة إن كان البئر ممتلئ ولكن ليس بشكل كلي فالحلم يشير إلى أن الرأي سيحصل على مال في الأيام المقبلة ولكن لن يكفي متطلبات أهل بيته بئر الماء يشير إلى الرزق ولا يشترط أن يكون رزقا في المال فقط بل رزق في الصحة أو الأولاد أو العمل ويختلف ذلك من شخص لآخر وفقا لظروفه الاجتماعية رؤية البئر في المنام للمرأة التي تحمل ملامح جميلة دليل على أنها طيبة القلب وسمعتها جيدة بين الناس من يرى نفسه يأخذ مياه من البئر فالحلم يشير إلى أن الرأي راضي عن حياته ويكون سعيد بأي هدف يقوم بتحقيقه حتى لو كان بسيطا الدخول إلى البئر في المنام دلال على أن الرأي يخطط بشكل جيد لأمر ما في حياته وما يخطط له سوف يحصل عليه وعلى الأرجح البئر الفارغ يشير إلى ضرورة عدم سكة صاحب الحلم في الآخرين نظرا لوجود أشخاص يحيطون به ويدبرون مكيدا لكي يفشل في حياته وضع الماء في البئر يشير لتحقيق الأمال ولو كان الماء غير نظيف فيعتبر تحذير للرأي من خطر قريب إغلاق البئر دلال على أن صاحب الحلم محاط بأشخاص لا يتحدثون إلا بالكذب لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق أي شيء يتفوهون به إلا بعد التأكد من مصدقيته من يرى نفسه يساعد بعضا من الناس للخروج من البئر فيدل على أن الرأي محبا للآخرين ويحاول مساعدة المحتاجين قدر المستطاع جفاف البئر في الحلم إشارة إلى أن الرأي مصاب بالملل السريع من أي شيء في حياته خاصة حيال العمل أشار ابن سيرين في تفسيراته أن البئر الجاف يرمز إلى أن الرأي يتمتع بالصحة البدنية كما أنه في الوقت الحالي يعيش حالة من الهدوء العاطفي من يرى نفسه يحاول الدخول إلى بئر في الحلم يوضح أن الرأي يستسلم للشدائد والمشاكل ولا يحاول التخلص منها تفسير رؤية البئر في المنام للعزباء البئر في منام العزباء يشير إلى أنها ستخطب عما قريب من شخص صالح حيث ستجد معه ما كانت تتمنى البئر الفارغ للعزباء دلال أنها في الفترة الحالية تعاني من المشاكل ولابد أن تتسم بالصبر لتتمكن من مواجهتها السقوط في البئر معناه أنها عما قريب ستتمكن من التخلص من كفة مشاكلها وبدون أي خسائر على المستوى العام لحياتها من ترى نفسها تحاول الخروج من بئر دليل على أنها سوف تنتقل إلى مكان آخر فربما ستتزوج أو ستسافر خارج البلاد من ترى نفسها تتعصر وتسقط داخل بئر ويظهر رجل يحاول مساعدتها في الخروج يفسر على أنها ستتزوج عما قريب ولو كانت تعرف الرجل في الحقيقة فيرمز ذلك إلى زواجها منه أو وجود مصلحة ستجمعهم وسيتوقف التفسير على حالة الرأية في الواقع البئر العميك للعزباء يدل على أنها تعاني من الضغوطات النفسية وتشعر بالهم والحزن تفسير رؤية البئر في المنام للمتزوجة البئر المكتمل بالماء في منام المتزوجة دليل على اقتراب حدوث الحمل وهي بشرة لمن تعاني من تأخر في الإنجاب ومن تشاهد نفسها تحاول الخروج من بئر عميق فالحلم يوضح أنها ستنتقل إلى منزل جديد البئر الذي يفيد بالماء في منام المتزوجة دلال على الخير الذي يعم حياتها بجانب استقرار الأمور بينها وبين زوجها وأهله المتزوجة التي لديها أولاد وحلمت بسقوط أحد أبنائها في البئر توضح أنها تخشى كثيرا على أبنائها تفسير رؤية البئر في المنام للمرأة الحامل خروج الحامل من البئر إشارة على اقتراب موعد ولدتها لذلك يجب أن تكون مستعدة كما يشير إلى إنجابها ولد سقوط الحامل في البئر دليل على أن حياتها تتسم بالاستقرار وأن هناك شيئا ما تسعى إلى تحقيقه فستتمكن منه في الأيام القادمة رؤية الحامل لنفسها داخل البئر وتحاول الخروج منه ولكن كل محاولتها للخروج باقت بالفشل تفسر أنها محاطة بالمشاكل ومستسلمة للوضع الراهن رؤية حفر البئر في المنام حفر البئر ووجود الماء به دليل على تزوج العازم من إمرأة سيئة السمعة وإن كان البئر خالي من الماء فالرأي سيتزوج من إمرأة بدون ماء ومن يرى نفسه يحفر بئر ليسك النباتات فهذا يشير أنه يقوم بكل ما هو مفيد للناس رؤية بئر ماء في المنام الوقوف عند البئر في المنام دلال على أن الرأي سيحصل على علم نافع ينتفع الناس به كما أن تفسير هذا الحلم للرجل العازب هو الزواج عما قريب من إمرأة صالحة ومن يرى نفسه يقترب من بئر يفيد بالماء دلال على أنه يتمتع بصمعة طيبة بين المحيطين به تفسير رؤية النزول في البئر النزول في البئر دليل على أن الرأي يعاني من المتاعب ولكن في النهاية سيحدث أمر يسعد قلبه والنفس ومن ينزل البئر برغبته يرمز إلى أنه يتبادل السقة مع الآخرين رؤية الخروج من البئر في المنام إن كان البئر مظلم في المنام يفسر ذلك بانتهاء المشاكل وبداية حياة جديدة مليئة بالإنجازات رؤية السقوط في البئر في المنام من يرى نفسه يسقط في بئر ممتلت بماء نظيف دليل على المال الكثير الذي سيحصل عليه ومن يسقط فيه بكامل إرطته فهذا يشير أنه محب للمغامرات ويسعى إلى تحقيق أمنيته والسقوط داخل بئر ممتلئ مع الشعور بالخوف يشير إلى سوء الحالة النفسية للرأي رؤية خروج الماء من البئر في المنام خروج الماء من البئر وبغزارة فالا جيد حيث يشير إلى رغض العيش والحصول على الرزق الحلال بينما لو كان الماء الذي يخرج من البئر قليل فهذا يشير إلى الهم البئر الفارغ والمظلم في المنام يعبر على أن الرأي يعاني من الهموم والمشاكل والبئر الخالي من الماء يشير إلى التعب ومن يرى بئر في منزله يدل على الأرباح المالية والسلطة لصاحب الحلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة